ما أنا عايز أقول لكم بعض الأخبار عن فيروس كورونا إنه تم تسجيل 1200 واحد إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة وخروج 901 شخص متعافي من فيروس كورونا مبارح كنت بتكلم مع الدكتور سامير عنطر وهو مدير مستشفيات مبابا الحميات سابقا وقلنا إنه ارتفاع نسبة الإصابة اللي احنا نشايفينها مرتفعة هي تكاد تكون نسبة مش كبيرة والمهم بيوتروفيات بتقل واحدة واحدة وإنه في خلال أسبوعين ثلاثة القادمين إن شاء الله بإذن الله تقل لكيرف الوفيات بشكل كبير جداً وكمان يقل لكيرف الوفيات مواكباً للتغيرات اللي بتحصل في الإصابة فيروس كورونا إحنا عندنا الحكومة خصصت من صندوق تاحية مصر اللي كان في ناس كتيرة بتتكلم عنه قبل كده إنه صندوق تاحية مصر سيتولى جميع المساهمات المختلفة لشراء لقاحات فيروس كورونا أو كوفيت 19 وزارة الصحة المصرية قالت إنه تم وصول واحد وتسعة مليون جرعة لقاح من كوفاكس وده لقاح فيروس كورونا ومليوني جرعة من لقاح سينوفاك وده اللقاح اللي بيساعد وبيساهم في تقليل الخطر الإصابة في فيروس كورونا وبؤكد هنا إنه اللقاح موجود في أكتر من مكان في جمهورية مصر العهدية تقدر تسجل اسمك أو بياناتك على اللينكات المختلفة سواء للمحافظات أو على مستوى الجمهورية في أولويات لأصحاب الأبراد المزمنة العاملين بالمجال الطبي ودلوقتي بدأ في أكتر من مكان الناس كلها بدأت تحصل على هذا اللقاح للحد من خطر الإصابة في فيروس كورونا أو من مضاعفات هذا الفيروس الحكومة المصرية بالتنصيق مع المسؤولين لتصنيع لقاح فيروس كورونا إن شاء الله بإذن الله في مصر هيتم في الفترة المقبلة تصنيع هذا الفيروس وقدنا قلنا إنه المصل واللقاح إن شاء الله بإذن الله هتنتج أكتر من 2 مليون مصل لفيروس كورونا في الأيام المقبلة مصر كانت من أوائل الدول اللي كانت بادرت في توظيف عدد كبير جدا من الباحثين والعلماء للبحث عن أمصال لفيروس كورونا ونشر هذه الأبحاث وهذه الوسائق العلمية والأبحاث العلمية والبيبرس فيه أكتر من مكان عشان تظل مصر هي أم الدنيا تظل مصر هي القائدة والريادة في ظل الأزمات اللي بتمر بيها أي دولة أو أي دولة عربية على وجه الخصوص